في عصر نبي الله العزير عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السلام بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقاته الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء هذه مدينة الموتى البشر يسمونها المقابر لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها عندما وصل إلى المقابر قال عزير متعجبا من قدرة الله أنا يحيي هذه الله بعد موتها أخيرا ها هي الحديقة أرتح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره وهو أمر البعض كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك فقط كان يتساءل في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة مات نبي الله عزير في مكانه مات بهدوء كأنما راح في نوم عميق ومات حماره بجواره دون أن يشعر أحد بهما فأماته الله مئة عام ثم بعثه هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه هل ستذهب؟ لا لا لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل وأنت سأكون معهم بالتأكيد هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف معك حق سنكتفي بالنداء ولو كان نائما فسيستيكذ ويرد علينا سيدي عزير سيدي عزير يا نبي الله لا أحد يجيب ربما كان مصابا لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضا لا تضيع الوقت إنه ليس هنا هيا هيا نبحث في مكان آخر ومرت قرابة المئة عام على اختفاء نبي الله العزير ونسي أكثر الناس سيرته السلام عليك يا ولدي اذهبي يا جدتي من هنا صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين رحم الله من كانت هذه أرضه اسمعي آيتها السيدة لقد حكيتي لي هذه الحكاية ألف مرة كان هنا مسكن نبي اسمه عزير ولكن هذا منذ زمن مئة عام مهما طالت السنين يا بني الأصل يبقى والخير يدوم أنت امرأة خرفة اذهبي بعيدا لماذا تريد ترضي من هنا إنني أنتصر عودة سيدي العزير أريد فقط أن أطمئن عليه وبعد مئة سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير ووجد أمامه كائنا من نور جليل قال له كم لبثت نائما يا عزير أجاب لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى حمارك يا عزير تأمل ما بقي من تراب عظامه ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعود إلى الحياة انظر كيف يبحث التراب عن التراب ثم انظر كيف يكسوه الجلد انهض أيها الحمار الميت منذ مئة عام أمرك أيها الملك الجليل ما هذا طعام سيدي على حاله لم يفسد كيف متنا مئة عام تحول فيها جسدي إلى تراب وبقي عصير العنب على حاله كيف نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولما عاد نبي الله العزير إلى القرية كان قد تغير كل شيء فيها يا جدتي أرجوك ابتعدي من هنا ولا تؤذينني بوجودك آه ما الذي يضايقك من مروري ببيت سيد العزير لم يعد بيت سيدك مات عزير منذ مئة عام ونسيه الناس هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي كأنه هو يا إلهي ما هذه الريح الطيبة آه لكأن سيدي يقف أمامي ابتسم لها نبي الله قائلا أنا عزير أماتني الله مئة عام ثم بعثني حيا آه صوته لكن كيف لي أن أتأكد لم أعد أره لو كنت سيدي عزير نبي الله ادعوه أن يرد علي بصري دعا عزير ربه اللهم أعد إليها بصرها سيدي إنه أنت إنه أنت الحمد لله الحمد لله سأبشر الناس بعودتك هذا أمر لا يمكن تصديقه لا تنس أن العزير نبي والأنبياء تحدث لهم معجزات وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مداعيا لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها هذا ليس دليلا كافيا قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحرا ما رأيك يا كبير الحكماء كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها فلم نجدها فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة هذا هو الدليل الذي نقبله لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة بدأت أثق به نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره سامحنا يا نبي الله كان علينا أن نتأكد من شخصيتك لم يساورني شك لحظة واحد سبحان من يحيي ويميت عاش العزير معجزة عجيبة سيدي ينهض لقد أتم الكتابة وكيف لنا أن نعرف أنها ألواح التوراة؟ هذا صحيح لن يوجد بيننا من يعرف التوراة انتظر إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة احفروا تحتها إنها الألواح ألواح التوراة نفسها نعم إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا ما كنا سنعرفها لولا سيدي أوزير نعتذر إليك يا نبي الله سامحنا يا نبي الله وانصحنا بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رأى الناس بعث الموتى أمامهم وعاد إليهم نبي الله عزير عليه السلام وعاد علم التوراة التي أضاعوها وأهملوا العمل بها لم يلتفتوا إلى كل هذا الخير وراحوا ينسدون الأساطير ويرددون الخرافات مدعين أن عزير بن الله تعالى الله علوا كبيرا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون عام تسعة وسبعين للهجرة ولد الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه من أبوين كريمين جليلين فأبوه ثابت الذي أكل من بستان في الطريق وحين طلب أن يستسمح من صاحب البستان رفض أن يسامحه إلا أن يتزوج ابنته الصماء العمياء الكسيحة وقبل ثابت بذلك طمعا في المسامحة ليكتشف حين تزوج أن الفتاة التي تزوجها سريمة صحيحة وإنما كانت عمياء عن الحرام خرساء عن قول الحرام ولا تمشي إلى حرام أبدا من هذا النسل الطاهر ولد الإمام الجليل النعمان بن ثابت رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أسأل الله أن يحفظ لنا ولدنا من كل شر وسوء وأن يجعله من أهل القرآن اللهم آمين يا رب وماذا ستسميه يا ثابت سأسميه نعمان نعمان بن ثابت أسأل الله أن يجعله هاديا مهديا إن شاء الله حين يكبر سأذهب به إلى المعلم يعلمه القرآن إن شاء الله وكبر النعمان بن ثابت رضي الله عنه ودخل إلى الكتاب وحفظ القرآن كاملا وهو ابن سبع سنين وكان ذكيا فطنا سريع البديهة شديد الحفظ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هنيئا لك يا نعمان هنيئا لك فقد أتممت القرآن كاملا وحفظته عن ظهر قلب هنيئا لك وأنت يا ثابت يا أبا نعمان هنيئا لك أيضا حفظ ولدك للقرآن الكريم الحمد لله على ذلك وجزاك الله خيرا أيها الشيخ وكبر النعمان ونزل إلى سوق العمل يعين أباه وكان أبوه يبيع الأقمشة والملابس إلى أن زارهم الإمام الشعبي رضي الله عنه ورأى ذكاء ونباهة الإمام النعمان افعل ما قلته لك ولا تتأخر سمعا وطاعة يا أبتي السلام عليك يا أبا النعمان وعليكم السلام أهلا بالشيخ الشعبي قل لي أين ولدك النعمان لم أره منذ مدة إنه يأتي إلى الدكان يساعدني في العمل وقد أرسلته في بعض الحاجات وسيعود بعد قليل إنني لم أره منذ أن أتم حفظ القرآن الشيخ الشعبي عندنا أهلا وسهلا بك يا شيخنا أهلا بك يا نعمان كيف حالك؟ الحمد لله بخير أبتي لقد ذهبت حيث أمرتني فأوصلت الثياب لأصحابها وأعطيت لكل رجل الثوب الذي طلبه وهذا ما بقي وهو ربحنا ومنه ربع العشر زكاة المال تجيب حين يحول الحول بارك الله بك يا ولدي صدق من قال أرسل حكيما ولا توصيه أين تختلف إذن في نهارك؟ أختلف على التجار والصناع ما عن هذا سألتك؟ إنما سألتك عن علماء الكوفة إنما أنا في العمل كل وقتي إنما أرى عليك النباهة والفطنة فكيف تحرم نفسك من طلب العلم؟ أبتي أسمعت ما قاله الشيخ الشعبي؟ نعم سمعت أتأذن لي أن أذهب المسجد فأحضر مجالس العلم؟ نعم يا بني وهذا يسر لي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وجلس الإمام النعمان في مجلس العلم فأخذ عن الكثير من العلماء وأبرزهم الشيخ حماد بن أبي سليمان فحفظ عندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم العلم والفقه وكبر الإمام أبو حنيفة وأصبح شابا لا يتوقف عن طلب العلم ويأخذه عن كبار علماء بغداد وقد لمس فيه العلماء الفطنة والذكاء رغم أنه كان كثير السؤال في كل مسألة تتعرض له إنك طالب حذق ذكي يبدو عليك النبوغ والفطنة ولكن اصبر قليلا حتى تتمكن من العلم فتأتيك المسائل كلها قبل أن تفترض ما لم يحصل فإن فعلت ذلك فإنك على استخراج الفتوى ستكون أقدر إن شاء الله ولزم الإمام النعمان العلماء ودروس العلم وكان لا يرى إلا ومعه القلم والمحبرة والقراطيس والأوراق وكانت المحبرة تسمى تلك الأيام بالحنيفة فسمي بها وصار لقبه أبو حنيفة أرى أن الحنيفة لا تفارقك يا نعمان إنني أخشى أن يفوتني علم فأنا أكتب كل ما أسمعه منك فأصطحب معي الحنيفة في كل مكان أنت أبو حنيفة النعمان؟ نعم أنا النعمان نعم أنا أبو حنيفة النعمان لمسألة في الطلاق وأعلم أنك من أهل العلم فهل لك أن تجيبني؟ هكذا الجواب الأكيد يا أبا حنيفة انتظر لا هذا ليس الجواب الأكيد ماذا سأفعل إذن؟ ادخل المسجد ستجد فيه مجلس علم يجلس في صدره عالم جليل هو حماد بن أبي سليمان فسأله فإنه يجيبك أشكرك يا أبا حنيفة لماذا جعلته يسأل الشيخ حماد؟ ومن أنا حتى أفتي هو الشيخ حماد موجود ولكنك أفتيته عن علم ولم تكن فتواك خاطئة أخشى أنني تجرأت على الفتوى مبكرا ليس مبكرا يا أبا حنيفة فمنذ متى وأنت تجلس في مجالس العلم وتأخذ عن العلماء وتسمع منهم؟ أترى ذلك يا أبا يوسف؟ نعم فقد جالست العلماء وناقشتهم وسمعت منهم الكثير وآن أوان أن تعطي بعد أن أخذت من العلم الكثير أرجو أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله قل لي أيها الرجل بما أجابك الشيخ حماد؟ لقد جعلتني أدخل المسجد وأنتظره حتى فرغ من درسه ثم سألته فإذا به يجيبني بما أجبتني به ألم أقول لك؟ ما دمت حصلت على العلم كله فلما لا تجلس للناس؟ مقامك هناك يا أبا حنيفة في صدر المجلس قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب السلام عليك يا أبا حنيفة ومن أبو حنيفة؟ ألست أنت صاحب القرطاس والقلم؟ وحنيفة الحبر تلذم مجلس العلم فلا تفارقه ولا تفارقك الحنيفة بلى بلى ما حاجتك يا امرأة؟ لدي قطعة القماش هذه أريد أن أبيعها وهي ليست أقل من مئة ولكن لم تريدين بيعها؟ أنا امرأة أرملة ولدي أطفال أريد أن أشتري لهم طعاما لا تقلقي يا امرأة دعيها وسأبيعها لك إن شاء الله أرجوك لن أبيعها بأقل من مئة قل أن تجد مثلها في الكوفة قل لي بكم تبيعها؟ إنها بخمسمائة أعلم أنني لن أجد بمثل جودتها وهي تقدر بمثل ذلك لذا فسوف أشتريها وأنا بعتك إياها وفي أحد الأيام اضطر الشيخ حماد وهو شيخ الإمام أبي حنيفة لأن يسافر خارج بغداد فعهد بمجلسه لأكثر طلابه ذكاء وفطنة وهو الإمام أبو حنيفة وكان حينها شابا تسافر عدة أيام؟ وماذا عن مجلسك؟ لأجل هذا أريدك أريدك أن تكون مكاني في هذا المجلس فتعطي الدرس وتجيب الناس على فتاويهم أنا أعطي الدرس وأجيب الناس؟ نعم أنت يا أبا حنيفة فأنا أثق بعلمك حقا أنا أهل لهذا أن أجلس في مجلسك وأحدث الناس نعم يا أبا حنيفة وفي السوق جاءت المرأة تسأل عن قطعة القماش التي وضعتها عند أبي حنيفة ليبيعها لها وكانت تريد أن لا تبيعها بأقل من مئة درهم السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي يا أختاه بعت القماش لك وبخمسمائة درهم خمسمائة درهم؟ نعم خمسمائة درهم ولكن هذا هذا كثير لم أكن أتوقع أنها تسوي هكذا قلت لك إنها من حرير جيد بارك الله بك يا إمام لقد جبرت بخاطري وأنصفتني ما فعلت إلا ما ينبغي فعله إن النفسي تصارعني أن أنام علي أن أهزمها واستعان الإمام أبو حنيفة لأجل مجلس العلم بقيام الليل والصلاة والسجود طويلة بين يدي الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم مراعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وجلس الإمام أبو حنيفة للمرة الأولى في مجلس العلم وكان شابا فبرز أمام الناس ما حباه الله من علم وفهم وفطنة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما وحدثني حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عائشة قالت ما شبعنا آل محمد ثلاثة أيام من خبز بر وبعد المجلس تجمع الناس حول الإمام أبي حنيفة يستفتونه ويسألونه في الفقه والعبادة فكان يفتي بعضهم ويقول لبعضهم لا أدري إلى أن سأله رجل عن مسألة طلاق يا إمام أريد أن أستفتيك بمسألة طلاق طلاق؟ نعم فقد حلفت على زوجتي بالطلاق إن ولدت وهي مني حامل لا أدري لا تدري؟ أي إمام أنت وأنت لا تدري؟ وماذا في ذلك؟ قلت لك لا أدري هل أفتي لك من عقلي أم أفتي لك بشرع الله؟ بل أريد شرع الله تعالى فإنني لا أدري ولا أعرف جواب هذه المسألة وكيف تجلس لتحدث الناس هنا إذن؟ يا أبا يوسف ما كنت أظن الأمر هكذا كنت أظنني أملك بحرا من العلم فإذا بي على شاطئه ما أوسع بحر العلم؟ هيهات أن يحيط به أحد لم أظن نفسي أنني سأقول للناس لا أدري سيظنك الناس جاهلاً ويجدون الفرق كبيراً بينك وبين شيخك حماد ليظن الناس ما يشاءون إنما أنا طالب علم صغير لا يجوز لي أن أفتي بما لا أعلم فإن أفتيت عن هوى فأنا أشتري بآيات الله ثمناً قليلاً وجلس أبو حنيفة الليلة كله يكتب في المسائل التي سأله الناس عنها ويدونها فأتاه أبوه فسأله ماذا تكتب يا نعمان؟ إنها المسائل التي سألني الناس عنها ولما تكتبها؟ أريد أن أعرضها على شيخ حماد حين يعود فأسأله عنها بارك الله فيك يا ولدي هكذا يكون التعلم وحين عاد الشيخ حماد ذهب إليه بعض الحاسدين واتهموا عنده أن الإمام أبو حنيفة يفتي برأيه فلما جلس إليه سأله وقالوا أنك كنت تفتي من رأيك وتقيس في المسائل بغير علم كيف ذلك يا أبا حنيفة؟ أتسمع مني يا إمام؟ هات قل لي ما عندك ما هذا يا أبا حنيفة؟ إنها المسائل التي سألني الناس إياها فأفتيت لهم فيها وقد كتبتها لأطلعك عليها حين تعود وأسألك عنها خيرا فعلت يا أبا حنيفة أنت أفتيت لهذا الرجل بهذا الجواب؟ نعم يا شيخ أراك أفتيته كما قال الله ورسوله أنا لا أفتي إلا بذلك دائما هذه الأوراق التي لديك هي ستون مسألة كم أصبت منها؟ لقد أصبت في أربعين مسألة لم تخطئ بها وهناك عشرون مسألة أخطأت بها أو أجبت بشكل ناقص لأجل هذه المسائل كتبت كل الفتاوى لأطلعك عليها لتريني أين أصبت وأين أخطأت يبدو أنني ما زلت في أول طريق العلم والطريق طويل أمامي وجلس الإمام أبو حنيفة مع شيخه الإمام حماد بن سليمان ليجيبه عن الفتاوى التي سأله الناس عنها ويصحح له ما أخطأ فيها ومن أراد الآخرة وسعنها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وبقي أبو حنيفة يأخذ العلم من الشيخ حماد حتى توفي رحمه الله تعالى رحمه الله شيخنا حماد بن سليمان فقد كان يرشدني ويصحح لي في كل مسألة ولم يغادر الدنيا حتى تعلمت منه الكثير رحمه الله فقد كان صادقا مخلصا تقيا وورعا عما سنحدثكم اليوم ننتظرك يا إمام أن تحدثنا بما تشاء بما أشاء نعم بما تشاء ما أول ما يحتاجه المرء في دينه الصلاة الزكاة أحكام البيع والشراء وحين جلس أبو حنيفة في مجلس علم وجد أن الطلاب يتعلمون العلم بلا ترتيب ولا تصنيف تارة يبدأون بالمعاملات وتارة بالحج ومرة بالصلاة ومرة بالصيام فبدأ بترتيب وتصنيف أبواب الفقه فكان أول إمام يفعل ذلك إذن سأعلمكم الفقه بهذا الترتيب فقد جعلته بهذه الأبواب الطهارة وأحكامها في أول باب من أبوابه ثم باب للصلاة فنحكي فيه كل ما يتعلق بالصلاة وأحكامها ثم باب للزكاة وباب للصيام ويريه باب الحج فلا نبدأ في باب حتى ننهي الباب الذي قبله هذا أمر حسن يا إمام إنه يسهل على طلاب العلم تعلم الفقه بهذه الطريقة وحين ذا عصيت الإمام أبي حنيفة واشتهر بين الناس أراد والي الكوفة أن يستدرجه وأن يعينه في منصب ليسهل التحكم فيه وينسبه الناس على علماء السلاطين خوفا من تعاضم نفوذه وازدياد شعبيته والله إن هذا الرجل يملك أن يؤلب الناس كلهم علينا ولا نستطيع أن نتحاشاه ولا أن نتجاهله ولذا فعلينا أن نستعمله فإذا استعملناه ملكناه كما ترى يا مولاي ولكنه هل يقبل؟ اذهب إليه أيها الشرطي وأخبره أنني وضعته في مكان رفيع جدا مكان رفيع فوق كل مكانة في الكوفة كلها وهذا الأمر سيقبل به حتما فجاء الشرطي إلى أبي حنيفة وعرض عليه منزلة رفيعة جدا وأمام جميع الناس إنها منزلة فوق منزلة الأمير نفسه إذ لا يخرج الأمير بأمر إلا بعد أن تختمه أنت ولا يخرج مال من بيت المال إلا بعد أن تختمه أنت أيضا وهذا الختم عندك وأنت صاحب الأمر والنهي سيصبح الأمر والنهي والقرار بيد الإمام لا يخرج الأمير عن رأيه ولا يصدر أمرا إلا أن يختم عليه الإمام هني أن لك يا إمامنا قل لأميرك أبو حنيفة ليس أهلا لهذا أعطي هذا الختم لغيري ماذا تقول؟ نحن الآن في مجلس علم وأنت جئت تقطع علينا مجلسنا هذا والوقت هذا ليس من حقك كيف تقول هذا؟ هذا أمر من الأمير ابن هبيرة كيف ترفض أمره؟ أمر؟ عجبت والله كيف تؤتى هذه المسائل بالأمر والإكراه قلت لك لا أصلح اذهب إلى أميرك وأبلغه ذلك وأمام الجميع رفض الإمام أبو حنيفة العرض الذي قدمه ابن هبيرة عليه وتابع درس العلم ولكن هل يقبل ابن هبيرة ذلك بسهولة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ماذا تقول؟ نعم يا مولاي الأمير لقد رفض أبو حنيفة وقال أنه لا يصلح لهذا فأعطي الختم أحدا غيره كيف يرفض أمري؟ لعله ينتظر منك أن تجعل له راتبا على ذلك أبو حنيفة لا يأبه للمال أبدا ثم إنه تاجر لا يهتم لمال الدنيا إن وضع بين يديه لماذا رفض إذن؟ لقد فاطن أبو حنيفة أنني أريد أن أجعله تحت جناحي وتحت إمرتي ولكن لا لا وألف لا لن أسمح له أن يتمرد على أمري عد إليه وأعطه الختم وقل له إن لم تقبل سأوسعك ضربا حتى يصل صوتك كل الكوفة توسعه ضربا وما تظنني فاعل أمام عناده؟ ألا يكفي أن نصف أهل الكوفة يسمعون له أكثر مما يسمعون لي؟ وإن لم يقبل فعليك بمئة جلدة تجلده بها مئة جلدة؟ هذا كثير فذهب صاحب الشرطة إلى الإمام أبي حنيفة في مسجد الكوفة وعرض عليه ما قاله الوالي وهدده بالجلد مئة جلدة إن الأمير ابن هبيرة أقسم إن لم تقبل وتأخذ الخاتم مني أو ماذا؟ أو أن الجنود سيأخذونك ويجلدونك أمام جميع الناس يريد أن يذلك أن يؤذيك جنب نفسك كل هذا واقبل يا أبا حنيفة لو فعل وضربني أمام كل الناس له أحب إلي من أن أنصى عليه فأستلم خاتمه لما كل هذا الرفض يا أبا حنيفة؟ ستدفع ثمن عنادك هذا إن رفضت بل سأدفع ثمنا غاليا إن قبلت فأنا إن قبلت فقد رهنت نفسي وعلمي لابن هبيرة وعلمي لا أملكه إنه عطاء من الله تعالى وإن ورائي طلابا يأخذون عني ووراء الناس يستمعون إلي وينظرون إلى فعلي أفنيت عمري لأفقها الناس بدينهم فإذا وثقوا بي خنت ثقتهم هذا آخر كلام لدي ولن أتراجع عنه وأنت افعل ما بدلك وأمام جميع أهل الكوفة رفض الإمام أبو حنيفة عرض الوالي وأمام الجميع جلد مئة جلدة في يوم قائض شديد الحر ويلي عليك يا أبا حنيفة ويلي عليك ماذا فعلت بنفسك اللهم اجعلها في سبيلك اللهم اجعلها في سبيلك أرى يا إمام أن ترحل من هنا فتقصد خراسان دمشق مصر الحجاز أي مكان تريده الحجاز؟ نعم الحجاز فيها كبار التابعين والفقهاء سأخذ عنهم وأسمع منهم حديث رسول الله الحمد لله أنك قبلت حتى نتخلص من هذا الظالم وأمام طغيان بن هبيرة على الإمام أبي حنيفة ترك أبو حنيفة الكوفة وقصد الحجاز ليطلب العلم هناك من كبار علمائها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وفي عام مائة وواحد وعشرين للهجرة وصل أبو حنيفة ومعه أبو يوسف المدينة المنورة وقصد مجلس رسول الله ورأى الإمام مالك في مجلسه فقصد ذلك المجلس ولكن لم يعلم أن اسمه قد وصل إلى الإمام مالك دون أن يعرفه وأنه كان يقال عنه أنه يفتي بالرأي أهلا بك من أي البلاد أنت؟ أنا من الكوفة أنت من مدينة أبو حنيفة ذلك الرجل الذي يفتي برأيه أنا أبو حنيفة أنت أبو حنيفة نعم أنا أبو حنيفة ولا أفتي برأي لا أفتي إلا بكلام الله ورسوله فإن لم أجد أخذت برأي الصحابة فإن لم أجد لهم قولا في المسألة قصت عليها إنني سمعت عن مسائلك وفقهك وأرغب في مناظرتك فمتى ترى نفعل ذلك؟ الآن يا إمام ودخل الإمام أبو حنيفة في مناظرة طويلة مع الإمام مالك ليقول له الإمام في آخرها لقد أجبت بخير بارك الله فيك وبعلمك لقد جعلتني أتعرق وأنا أناظرك وما رأيت رجلا يناظر مثلك والله لو قال لكم الإمام أبو حنيفة أن عمود المسجد هذا من ذهب لأتى بحجته ولا أقنعكم برأيه والله ما ناظرت رجلا فرجفت قدماي ودق قلبي إلا أنت يا إمام مالك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وعاد الإمام أبو حنيفة إلى الكوفة بعد سنوات قضاها في المدينة يطلب العلم ويحضر مجالسه وفي بيته كان الإمام أبو حنيفة يصل الليلة ويقومه وكان له جار يسكر الليلة كله ويقضيه مخمورا ويزعج الناس بصوته أضاعوني وأيوفة أضاعوا أضاعوني وأيوفة أضاعوا هداك الله يا قسورة أتسمع يا إمام منذ العشاء وأنا أسمع كيف تطيق ذلك إنه طوال الليل يغني ويشرب الخمر وبيته قرب بيتك أسأل الله له الهداية وبقي الطلاب والناس يحرضون الإمام أبو حنيفة على جاره الذي كان يقضي ليله مخمورا يزعج الناس والإمام لا يستجيب لهم ولكن ما الذي يريده الإمام من ذلك وفي إحدى الليالي قام أبو حنيفة إلى صلاته ولكن لم يسمع صوت جاره وهو يغني كما كان يفعل كل ليلة فاستغرب من ذلك وقرر أن يفعل شيئا أين قسورة الليلة؟ قد أذن الفجر كله ولم يغني ولم يصرخ هل لدى أحدكم مسألة يسألها؟ أو فتوى نجيب عليها؟ كم جلدة يجلد شارب الخمر؟ إن حد شارب الخمر ثمانون جلدة ثمانون جلدة لعلها تكفي لألا يسكر مرة أخرى ويزعجن في الليل ومن تقصد؟ أقصد ذلك الفتى قسورة الذي يسكن بين بيتنا وبيتكم وما له قسورة؟ لقد أمسك به العساس يشرب الخمر في الطريق وهو قاصد بيته فأخذوه إلى الحبس تعال معي إلى أين؟ إلى الحبس وحين علم الإمام أبو حنيفة أن جاره قسورة في السجن قصد السجن من فوره وقصد أبو حنيفة السجن وطلب من السجان أن يخرج له جاره من السجن وأن يدفع له هو كفارته فاستغرب السجان أن يكفل الإمام أبو حنيفة الرجل السكير أنت جئت تكفلك الصورة يا إمام وماذا في ذلك؟ إنه جاري وله علي حق ولكننا أمسكنا به نعم أدرك ذلك إنه ابتلاء من الله تعالى أسأله أن يشفيه منه ولكني سمعت أيضا أنه كان يبقى حتى الفجر وهو يغني وبيتك قريب فكان يؤذيك هل شكوت لك يوما أنه أزعجني؟ أبدا إذن فأذن لي بأن أكفله وهذه كفالته فقد سمعت أنه لا يملك مالا ليكفل نفسه هيا يا قسورة قم أرجوك إن ظهري لا يتحمل الجلد لن نجلدك ولكن سنفرج عنك تفرج عني؟ نعم فقد جاء من يكفلك ومن هو؟ قم حتى تراه وخرج قسورة من زنزانته ليتفاجأ أن الإمام أبو حنيفة هو من كفله ادخل يا قسورة الإمام أبو حنيفة؟ نعم الإمام أبو حنيفة هو من كف لك ولأجله ستخرج ولكن ولكنني كنت أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ هل ترانا ضيعناك؟ لا والله ما ضيعتني ولا تركتني بل وصلتني وأحسنت وصلي وبدلت سيئتي بالحسنة وإساءتي بالعفو إنما أنت جاري وأنت شاب ذو فطرة نقية والمرء لا يفرط بجاره خذ هذا واستعن به على شؤونك وأسأل الله لك الهداية أعهد الله يا إمام عهدا لا أخلفه إن شاء الله ألا أعصي الله بعد اليوم ولا أشرب خمرا ولا أسلك له طريقا ولا أصاحب له صديقا أسأل الله لك الثبات يا قسورة وإن احتجتني في أمر فاقصدني فأنت تعرف بيتي ودكاني بل أعرف مجلسك في المسجد ستجدني فيه بانتظارك بإذن الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقد جاء رجل إلى خياط يخيط الأقمشة فوضع عنده قماشا وطلب منه أن يجعله ثوبا له ولكن لما عاد لأخذ الثوب فوجئ أن الخياط تنكر له ولم يعطه ثوبه أنسيتني ومن تكون لقد وضعت عندك قماشا منذ يومين لتخيطه لثوبا لم تضع عندي شيئا كيف تقول هذا؟ لقد جئتك به وأخذت قياس طولي لتخيط الثوب حسب طولي أنت لم تترك لدي شيء لعلك أخطأت ووضعته عند رجل آخر لقد وضعته عندك أنا لم أخطئ الدكاكين تشبه بعضها تأكد لعلك وضعته عند شخص غيري أتعبث معي أم تمزح؟ أنا لا أمزح معك ولا أعبث ابحث عن ثوبك في مكان آخر وعرف نفسك أين تركته هكذا إذن ليس لك شيء عندي ولم تعطني شيء سترى وهكذا أنكر الخياط أنه أخذ من الرجل قماشا لكن الرجل لم يتنازل عن حقه وبحث عن من يعيد له حقه أما صاحب الثوب فقد قصد الشرطة واشتكى على الخياط وهناك استطاع أن يصل إلى ثوبه هذا ثوبك؟ نعم إنه هو حقا؟ هذا ثوبك؟ لم أذكر أنك وضعته لدي بلى لقد وضعته عندك وقلت لك أن تقصره وطلبت مني عشرة دراهم أما أنت فخذ ثوبك وأنت إن عدت لها مرة أخرى لأوجعتك ولكن انتظر ماذا هنالك؟ لقد سمعت بنفسك أن لي منه عشرة دراهم أجرة تقصير الثوب وقد قصرت الثوب فأريد حقي ولكنك كنت تريد أن تغصبه مني ولكنه عاد إليك وأنا قصرته فأنا أستحق أجرتي بل لا تستحقها بل أستحقها إهدأ أنتم الإثنان وتعال معي إلى أين؟ إلى من سيفتين في هذه المسألة ويفصل فيها وذهبوا إلى الإمام أبي حنيفة فقد علم الشرطي أنه لا أحد أفضل منه ليفتي في هذه المسألة لدينا عندك مسألة يا إمام عليك أن تقيس الثوب فإن وجدته قد قصر الثوب على قياس الرجل فهذا يعني أنه قصره له ثم نوى سرقته بعد ذلك فيستحق الأجرة فإن وجدته قد قصر الثوب على قياسه هو فهو يعني قد نوى سرقة الثوب من البداية وأنه قصره لنفسه وليس لصاحبه فلا يستحق أجرته فما بني على باطل فهو باطل بارك الله بك يا إمام وأتى حاجب القاضي وطلب من الإمام أن يحضر إليه في أمر يريده فلما وصل الإمام أبو حنيفة علم أن هناك رجلا من المسلمين قد توفي وليس له وارث وقد أوصى بكل أمواله للإمام أبي حنيفة ولكن القاضي متردد في إعطاء أبي حنيفة حقه فبدأ يناظر أبا حنيفة عسى أن يغلبه ويأخذ منه حقه ولكن من يقدر أن يقيم الحجة على أبي حنيفة؟ لقد أوصى لك هذا الرجل بماله كله وهل له وريث؟ لا وارث له وهل من شهود على ذلك؟ هذان الرجلان فلتنفذ وصيته إذن؟ لا أنفذ الوصية حتى تقسم بالله أن الشهود شهدوا بالحق أقسم؟ ما علي من قسم ولا يمين؟ فأنا لم أكن معه حين كتب الوصية كيف تقول ذلك؟ وأنت العالم الذي يدعي القياس أرأيت لو أن أعمى جاء وقد شجه رجل ومعه شاهدان أيقسم أنهما شهدوا بحق وهو لم يرى؟ لا وكذلك أنا لم أرى الرجل وهو يوصي لي بماله فكيف أشهد بما لم أره؟ ولولا الوصية والشهود لما وقفت أمامك لقد أقمت علي الحجة الوصية وجبت لك كلها وسننفذها لك سترى ماذا سأفعل بك يا أبا حنيفة سترى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ولم يجد القاضي أمامه إلا الذهاب إلى الخليفة أبو جعفر المنصور واشتكى على أبي حنيفة لقد أهانني الإمام وأبو حنيفة أمام الناس ومن أهان القاضي فقد أهان الخليفة كفى أيها القاضي كفى لقد سمعتك وسمعت ما قلت وسأفعل ما أراه مناسبا نعم نعم يا أمير المؤمنين أشكرك أدام الله فضلك ماذا ترى أيها الوزير؟ إن أبا حنيفة بدأ يصدق نفسه وأخشى أنه يفعل ما يؤرقنا فالخوارج حولنا ويمكن أن يظهر في أي لحظة إذن لابد له من عقاب بسيط اكتب عندك أيها الوزير قرارا بمنعه من الإفتاء للناس لنرى ماذا سيفعل أمرك يا سيدي ومالك أمري وأنا عبدك طوع أمرك إنه كتاب من الخليفة يأمرني فيه بالتوقف عن الفتوى للناس وإجابتهم يوقفك عن الفتوى؟ وماذا ستفعل يا إمام؟ سأقول للخليفة سمعا وطاعة قل للخليفة وصلا للكتاب وفهمته وأدركت ما فيه ماذا ستفعل يا إمام؟ هل فعلا ستتوقف عن الفتوى؟ ويلك ومتى كنت منافقا أطيع في العلن وأعصي في السر؟ لقد قلت كلمة ولن أرجع عنها وسأدعه هو يرى نتيجة فعله حدثني حماد بن أبي سليمان قال واكتفى أبو حنيفة بمجلسه بالحديث وتوقف عن الفتوى للناس كما أمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ولكن لم يدر أبو جعفر المنصور أنه سيلتقي بأبي حنيفة مرة أخرى وعلى طريقة أبي حنيفة فقد اختلف أبو جعفر المنصور مع زوجته حين قرر أن يتزوج عليها ولكنها رفضت رفضا قاطع لن أسمح لك أن تتزوج لن تتزوج غيري إنه حقي وليس لك أن تمنعيني لقد أحببتك حبا جما لن أدعى حبي يضيع بزوجة أخرى لن أضيع حبك لي ولا حبي لك وهذا الزواج أمر أباحه الله تعالى ولكنني لن أرضاه لنفسي فلنحتكم لأحد نعم أحضر أبا حنيفة ولنسأله بل نحضر القاضي قاضيك هذا الذي يفتي على هواك وليس بشرع الله لا والله لا أرضى به ولن أرضى بأبي حنيفة إنه رجل قاس بل إنه رجل ملئ علما فأتنا به ولنحتكم إليه وأنا سأنزل تحت حكمه نعم سآتي به ولنسمع منه كما تريدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقَوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ السلام عليك يا إمام وعليك السلام إن أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور يريدك الساعة سآتيه إن شاء الله ولكنه طلب مني أن تأتي معي فلديه مسألة ويريد معرفة حكمها منك ارجع إلى أمير المؤمنين وقل له إن لدى أبي حنيفة أمر منك بعدم الإفتاء وإنني لا أفتي لأحد طالما أن لدي بذلك كتابه ولكن يا إمام عد إلى مولاك وقل له ما قلته لك أنا لدي كتاب بعدم الإفتاء لأحد ولن أفتي أحده سمعا وطاعة يا إمام لقد خاف منك حاجب أمير المؤمنين إن خاف الرسول فاعلم أن من فوقه أكثر خوفا منه وفوجي أبو جعفر أن أبا حنيفة رفض أن يأتي إليه مما جعل الوزير يستغل الفرصة ليحرض على أبي حنيفة ويوغر صدر الخليفة عليه أبو حنيفة قال لك ذلك نعم يا أمير المؤمنين إلي بكتاب أكتبه لأبي حنيفة أسمح له فيها بالفتوى ثم قل له أيها الحاجب أن يأتيني سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين وهذا كتاب ألغي فيه الكتاب السابق وأسمح فيه للإمام أبي حنيفة النعمان بالإفتاء دون أن يمنعه أحد من ذلك كنت أعلم أن عليه أن يفعل أعزك الله يا إمام ورفع قدرك دائما حين ينتهي مجلس العلم هذا سأذهب معك هاتي ما لديك يا أمير المؤمنين أوليس الله قد أباح لنا الزواج ما اثنى وثلاث ورباع بلى إن زوجتي تمنعني من ذلك وهي بهذا تمنع ما أحله الله هل تحرمين عليه الزواج لأنك ترينه حراما لا والله لا أحرم ما أحل الله ولكن لا أرتضيه لنفسي وأنا أجد العدل سينتفى حين يفعل ذلك وهذا رأيه فالله تعالى أحل الزواج لأهل العدل وأنت لا تعدل بين رعيتك فكيف ستعدل بين أزواجك ويلك أنا لا أعدل إذا نزلت الآن إلى السجن نعم وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنى وثلاث وارباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وبينما الإمام أبو حنيفة في بيته اذ طرق بابه فإذا برسول من زوجة الخليفة على الباب وقد أرسلت له الكثير من الهدايا متى سيعي الناس أن علم الله وشرع الله لا يباع ولا يشترى عد بها إلى مولاتك وقل لها يشكرك أبو حنيفة على ذلك ويقول لك إنما ناضلت عن ديني وقمت بذلك المقام لوجه الله وليس ليرضى أحد أو يسخط أحد وقد حكى بعض الناس أن التسويف جائز في البيع والطلاق واليمين ولا أراه وفيما ذلك إن أراد أحد أن يسوف أو يؤجل فليفعل ذلك في وقته فإن طلق رجل زوجته ثم بعد برهة قال إن شاء الله فقد وقع الطلاق وإن حلف الرجل على يمين وبعد أن حلف أراد أن يسوف فقال إن شاء الله فقد وقع اليمين فماذا يفعل يا إمام فليقل معها وليس بعدها أما أن يسوف المرء فيقول طلقت زوجتي ثم قلت إن شاء الله حين تذكرت وأقسمت يمينا ثم قلت إن شاء الله في الغد فهذا يجعل الأيمان والطلاق لعبة في أيدي الناس وهذا لا يجوز ولكن هذا يخالف قول الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنه إنما أتكلم ما أدين الله به كي لا أجعل الأمور عرضة بين أيدي كل الناس فيعبثوا بها فالأمر أكبر من هذا وما هو الأمر الأكبر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا يا أمير المؤمنين إن الإمام قد تمرد وعلينا أن نردعه ونخشى أن يغتر به الناس فإن أفتى فتوة واحدة فإن الناس سيستمعون له ويخرجون علينا فإن الناس كلهم يطيعونه ويسمعون كلامه لا ليس بهذا الأمر الجلل أرأيت كيف أنه لم يأبه لك ولم يفتي لك بالزواج إنه حرم عليك ما أحل الله لك إنه بفتوة واحدة يمكنه أن يقلب الناس علينا يجب أن نردعه هل لي بمسألة يخالف فيها أبو حنيفة قول الصحابة فأراجعه بها فأقيم عليه الحجة نعم إنه لا يرى التسويف وهو يخالف بهذا قول ابن عباس إلي به سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين أيها الحاجب أيها الحاجب أيها الحاجب السلام عليكم يا إمام وعليكم السلام ماذا وراءك اليوم؟ أمير المؤمنين يريدك لنذهب إليه ونرى ما يريد السلام عليك يا أمير المؤمنين وعليكم السلام ورحمة الله لقد أرسلت في طلبي تفضل اجلس يا إمام أريد أن أسألك في أمر وما هو؟ سمعت أنك ترفض التسويف ولا تفتي به فمن حلف شيئا ثم قال إن شاء الله فقد وقع يمينه فكيف تفتي بذلك؟ نعم فإن طلق رجل زوجته ثم قال إن شاء الله لاحقا فقد طلقت وإن أقسم وقال إن شاء الله لاحقا فالقسم وقع عليه فماذا يفعل؟ يقول إن شاء الله معها وليس بعدها ولكنك بهذا تخالف الصحابة ولكن هذا الدين وهذا أصلح للناس مولاي أمير المؤمنين هل تسمح لي أن أتكلم؟ قل أيها الوزير وهل أنت أعلم بما يصلح للناس من ابن عباس؟ ابن عباس يقول بالتسويف وابن عباس صاحب رسول الله ولكن هذا في زمانه كان يصلح لربما أما في زماننا فلا يصلح وما الذي لا يصلح في تسويف أحد في أمر ما كطلاق أو يمين أو غير ذلك وماذا لو سوا فالناس في البيعة يا أمير المؤمنين؟ ماذا تقول؟ ماذا يا مولاي إذا جاء الناس ببيعتك وبيعوك؟ ثم إذا خرجوا من عندك قالوا إن شاء الله فأبطلوا بيعتهم فما أنت فاعل بهم؟ أتعاقب أحدا على بيعة سوف فيها ثم تنصل منها فلم تعد في رقبته؟ سيخلعون البيعة ثم يقولون لك ليس لك في عنقنا بيعة فهل تقدر أن تحاسبهم عليها؟ ويلك أيها الوزير لقد أوقعتنا بين يدي أبي حنيفة فجئت لتوقعه فأوقعنا جميعا يا إمام افتي بما تراه فهو الحق إن شاء الله ولا تذكر للناس هذا فينقلب على بعضهم وتحدث فتنة لا يعلم بها إلا الله عليك أن تعلم أيها الوزير أنني حينما أفتي فأنا لا أقول رأيي بل أنا أرى عواقب الأمور فأحكم فيها بارك الله بك يا إمام لقد انتصر عليك وجئت لتوقعه فأوقع بك أيها الوزير والله لا أتركه حتى أوقع به قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون لا أجرهم بغير حساب وفي هذه الأثناء جاءت الأخبار من الموصل أن شعبها قد خرج على أمير المؤمنين لقد خرج أهل الموصل على أمير المؤمنين ماذا تقول؟ نعم فقد انتفض أهلها وخرجوا عليه وأرسل لهم جيشه وحاصرهم حسبون الله ونعم الوكيل كيف ذلك؟ لقد حصرت كامل المدينة ولم يعد أحد يستطيع أن يدخل أو يخرج كيف فعلوا ذلك بأنفسهم؟ ألم يتعهدوا علي سابقا ألا يخرجوا علي ولا يخلعوا البيعة ولا يتمردوا ما الذي دفعهم لهذا؟ ماذا تريدنا أن نفعل؟ لا تمهلهم يا مولاي فليدخل الجيش من فوره نستطيع الدخول ولكن مذبحة كبرى ستقع في أهل الموصل هذا حكمهم على أنفسهم هم تعهدوا أنهم إن خرجوا فإن دماءهم وأموادهم وأرواحهم حلال لنا فلنستبحها ويحك ماذا تقول؟ ليس لنا إلا أن نفعل ذلك ليستتب الأمر لنا وتستبيح الدماء هكذا؟ فور دخول الجيش إلى المدينة سيثور الناس في كل المدن سفك الدماء ليس هينا فماذا ترى؟ أحضروا لي كبار علماء العراق وحالا أمرك يا أمير المؤمنين اجعل أبا حنيفة معهم إياك أن يحضروا ولا يكون بينهم سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين السلام عليك يا إمام وعليك السلام يبدو أن أمير المؤمنين عاجز عن دخول الموصل نعم إنه يريدك لأجل الموصل هيا بنا إذن لعل الله يعصم بنا الدماء ويأد بنا الفتنة جيتكم لتفتوني في أمري أليس صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله المؤمنون يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم فإن عفوت فأنت أهل العفو وإن عاقبت فبما يستحقون فهم قد حكموا على أنفسهم نعم نعم العفو يا أمير المؤمنين مولايا أمير المؤمنين أنا عبدك طوع أمرك لا أرى العفو على الخارجين فهؤلاء لا تصح فيهم إلا العقوبة وأنت ما قولك يا أبا حنيفة من يشهد بأنهم أباحوا دماءهم وأموالهم لك إن خرجوا عليك أنا أشهد بذلك ليس لك شهادة أبا حنيفة كيف تقول هذا وترد شهادتي إنك تكثر من قولك لأمير المؤمنين أنا عبدك فإن صحت مقولتك فلا شهادة لعبد وإن كذبت فلا شهادة لكاذب أيها الوزير لا تعبث مع أبي حنيفة مرة أخرى قل يا أبا حنيفة ماذا تقول فيهم أعفو عنهم إنما عليك فيهم الحكم وليس العفو والحكم فيهم أن لا تمس دماءهم ولا أموالهم وأن تبعد جيشك عنهم بما حكمت ذلك وهم قد أباحوا ذلك حين تعهدوا أن لا يخرجوا علي إنهم شرطوا لك ما لا يملكونه وشرط عليهم ما ليس لك فدماؤهم لا يملكونها ودماؤهم معصومة لا تحل لك إلا بحق أباحه الله تعالى فدم المسلم معصوم لا يحل إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان زنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق فإن أخذت دماؤهم أخذت ما لا يحل لك شرطهم باطل وشرط الله أحق أن يوفى به ولكنهم اشترطوا وأباحوا أنفسهم مولاي لا يجوز ذلك ولن أفتي به أرأيت لو أن مرأة أباحت لرجل نفسها دون عقد أتحل له؟ لا تحل له هو كذلك لا يحل لهم أن يبيحوا دماء عصمها الله فكف عن أهل الموصر جيشك ووجه جيوشك لحماية الثغور وحماية المسلمين والدعوة للإسلام وهذا خير لك من أن تضرب بها صدور المسلمين مولاي ليخرج الجميع وليبقى أبو حنيفة السلام على أمير المؤمنين وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها واغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا شيخ إن العدل ما قلت وسأفعل ما أفتيت به فانصرف إلى مسجدك ولكن يا أبا حنيفة لا تفتل الناس بما هو شيء على إمامك فتبسط أيدي الخوارج إن ضعاف الناس ينتظرون مثل هذه الفتوى ليتقووا بها على إمامهم فيكثر الخوارج أنا سأبقى كما عهدتني لا أبيع علمي فهذا العلم ليس ملكا لأبي حنيفة ليبيعه لأي أحد كائنا من كان أرأيت كيف هزئ بي وسخر مني أمام الجميع وفوق ذلك رد شهادتي وأمام الخليفة أيضا فعلها كيف تطيب نفسي أن أعود إلى الخليفة وأن أقف بين يديه بعد أن أهنت أمامه وأهانني هذا الشيخ الذي لا أدري من أين يأتينا إن هذا دأبه لا يأبه لأحد ولا يعير أحدا اهتماما أتذكر يوم أن أردت أن أقيم حدا من الحدود فخرج لي ومنعني ثم سخر مني أمام كل الناس حتى أن رجالا رفضوا أن يطيعوا أمري أما من سبيل لنتخلص من هذا الرجل أما من سبيل أن يتوقف عن الاستهزاء بنا والسخرية منا الحل ليس عندنا الحل بيد أمير المؤمنين أمير المؤمنين لا يفعل له شيئا عليك أن تغير صدره عليه وأن تجعله يحقد عليه كلما ذكرته أمامه لم يأبه به عليك أن تشعره أن أبا حنيفة خطر عليه على الخلافة على الدولة كلها حينها سيخاف منه وإن خاف منه وأدرك خطره الحقيقي فسوف يزول من طريقنا للأبد وبغمضة عين لا تقلق دع ذلك علي وإنه يا مولاي يملك فوق ذلك فتاوى إذا أطلقها أخذها الخوارج فتلقفوها ونقلوها للناس وأنت تعرف خبس الخوارج وحقد الخوارج وإجرام الخوارج هؤلاء لو رأوا عند إبليس قولا يخدمهم لا أتوا به وحدثوا الناس عنه فكيف بأبي حنيفة؟ ماذا لو أفتى لهم بالفتاوى التي أخبرنا بها؟ ماذا سيفعل الخوارج بنا؟ أنت ترى إذن أن في أبي حنيفة خطر علينا وأي خطر؟ إنه بفتوة واحدة يقدر أن يقلب الدنيا رأسا على عقب وأنت تعلم أنه يفتي بالفتوى فتصل إلى شرق البلاد وغربها وتتطاير في الأمصار والبلاد ونحن لا ندري من أي أرض ينبع لنا الخوارج إذن فالحل في أن نستعمله فإن استعملناه قدرنا عليه إلي به أنا عبدك طوع أمرك يا أمير المؤمنين من بالباب؟ حاجب الخليفة خيرا؟ وماذا يريد؟ ليس خيرا بالتأكيد ما هذا يا إمام؟ إنه كفني حسبت أنه سيبقى معلقا كثيرا ولكن يبدو أنه آن أوانه ماذا تقول يا إمام؟ أي أوان؟ أظنني هذه المرة إن خرجت لن أعود هون عليك يا إمام أنت تذهب كثيرا إلى مجلس الخليفة فلم كل هذا الخوف؟ المسألة بسيطة لا تقلق كثيرا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وحسبنا ونعم الوكيل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لقد أرسلت في طلبي يا أمير المؤمنين إني عينتك قاضيا على كل أرجاء الخلافة إني لا أصلح للقضاء إنما أنا أعمل في الثياب ولي مجلس علم وفقه لا أصلح لغير ذلك بلى إنك تصلح قلت لك لا أصلح ولست قاضيا ولن أكون عينتك قاضيا ولا تعصي أمري إنه قضاء على كل البلاد وكل شيء تحت أمرك والله يا أمير المؤمنين لو هددتني أن تغرقني في الفرات أو أن ألي الحكم كله لاخترت الغرق فأنا لا أصلح لكل هذا لا أصلح للقضاء أبدا بل كذبت وأنت تصلح للقضاء لقد حكمت على نفسك فإن كنت صادقا فأنا لا أصلح وإن كنت أنت صادقا فقد قلت عني أني كاذب والكاذب لا يصلح للقضاء أقسم بالله عليك أن تتولى القضاء لن أفعل ويلك يا أبا حنيفة أمير المؤمنين يقسم فكيف ترد قسمه أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني وإن كفارة اليمين أهون من ولاية القضاء أرأيت جرأته عليك يا مولاي أما قلت لك أنه سيأتيه يوم ويتجرأ عليك اسمع يا أبا حنيفة إن لم تقبل أضربنك مئة صوت ثم أضعك في السجن لا تخرج منه أبدا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه لقد حكمت على نفسك خذوه اللهم صبرا جميلا ولا حول ولا قوة إلا بك وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَيْلَهُ وَيْلَهُ مَا أَعْنَدَهُ أنا أتنازل له وهو يركب رأسه أكثر ماذا يريد مني أكثر من قضاء الدولة كلها إنه يقدر أن يحكم علي إن شاء وقتها ولكنه ركب رأسه وسوف أريه ما أنا فاعل به علينا أن نضربه أمام كل الناس ويحك أتريد أن يخرج كل الناس علينا دع ذلك بيننا وبينه إنه كلما تمرد علينا كثر أتباعه فلا تكثرهم بفعلتك هذه سيخافون منا بل سيتجرؤون علينا وسيزيدون سيصبح لفتواه صدى من شرق الدنيا إلى غربها لنكتفي بضربه عقابا له ولنرى ماذا سيفعل بعدها أخشى أنه سيركب رأسه وعندها أنا سأركب رأسي أيضا وصلت إلى خمسين جلدة أكمل أنت فقد تعبت هل نكمل يا إمام أم تقبل بما أمرك به أمير المؤمنين أكمل لا بارك الله لكم دعوه ولا تقتربوا منه اسقوه ماءا وأطعموه كل يوم ثلاثة امرات ولا تزيد عليها ما هو حال أبي حنيفة؟ إنه منذ أن دخل السجن على حاله ألم يعدل عن رأيه؟ لا يا مولاي أتفعلون ما قلته لكم؟ نعم يا مولاي ولكنه لا يتنازل لقد أوشك على الهلاك احذر أيها السجان أن يخدعك فهو يكذب هذا الرجل لا يهلك لعله أتاك بحجة فاقتنعت بها أنه سيهلك أخرجوه من السجن وأتوا به إلى ديوان القضاء فضعوه عند بابه ليدخله من تلقاء نفسه أمرك مولاي متى شئت؟ فالباب مفتوح أمامك وهو خير لك من ظلمة السجن وقسوته مكاني ليس هنا مكاني في مجلس العلم لننتظر حتى آخر النهار وبعدها أجب وهل يفرق أول النهار عن آخره؟ ما تعلمت العلم لأجعل المظاهر ورغد العيش يذهب بعقلي وقلبي سآتيك آخر النهار وأرى ماذا ستفعل؟ يا إمام أريد منك أمرا فهل لا تقضي لي به؟ أنا لست قاضية أنا رجل أحمل الفقه وكفه العلم ليس لي فأبيعه وأحاديث رسول الله لا تشترى به أوامر السلاطين ماذا يريد أكثر من هذا؟ لا يريد القضاء ولا ديوانه ولا سلطانه ولا جاهه وعزه كل هذا يرميه وراء ظهره من يكون ليعصي أمري؟ إنه خطر علينا وعلينا تأديبه دعوه لا تضريبوه ولكنه سيشعر أنه انتصر علينا هو انتصر منذ أن رفض القضاء والآن ليس لي إلا أن أرميه بالسجن مرة أخرى لأرى ماذا سأفعل به بعدها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَذَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ وَلَا أَلَّا تَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقَوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم اللهم أبعد عني شرهم بقدرتك اللهم إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ويلك ما الذي سيجعلك تقلع عن عنادك أن تترمي نفسك إلى التهلك أن أخبر الخليفة بمرضه إنه موشك على الهلاك ويحك إياكم أن تذكروا للخليفة شيئا عن مرضه دعوه هنا مع ظلمة السجن وبرد الزنزانة وشدة المرض لأرى من سينتصر في النهاية أنا أم هو لقد ثبت شيخنا أبو حنيفة على الحق ولم يتنازل للخليفة قد عجبت له وهو متمسك بموقفه أمام أبي جعفر المنصور الخليفة الذي ترتعد منه فرائص الناس عند ذكر اسمه إن شدة إيمان المرء تجعله لا يبالي حين يتمسك بموقفه ومبدأه أكان أمام سلطان عظيم أو عبد بسيط وإنني لا يحزنني أنه بعد كل هذه السنين قد أصبح مجلسه فارغا والدرس قد توقف بعد أن كان المجلس ممتلئا بطلبة العلم والسائلين عن الفتاوى لا والله لا نبقي المجلس هكذا فسوف نكمل الطريق ونتابع ويبقى مجلس أبو حنيفة حافلا بالعلم ويبقى العطاء لا يتوقف وهذا من باب الوفاء للإمام أبي حنيفة ومن سيكون لذلك؟ من سيتصدر المجلس؟ أنت يا أبا يوسف أنا؟ نعم أنت فأنت من خلص طلاب أبي حنيفة وأكثرهم مداومة لدرسه لم تنقطع عنه منذ كنت صغيرا وآن أوان الثمرة أن تنضج وآن أوانك للعطاء ولئن كان الإمام يرجوك للناس من بعده فقد آن أوان أن نحقق له أمنيته أسأل الله أن أكون أهلا لذلك إن إرث أبا حنيفة كبير وعلينا أن نحمله حتى لا يضيع ونحن له إن شاء الله ومن أراد الآخرة وسعنها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا حدثنا أبو حنيفة النعمان قال ما كان لي أن أجلس في مجلس الإمام أبي حنيفة وهو في سجنه وأنا سليم صحيح محافى اللهم خفف عن الإمام أبي حنيفة ظلمة السجن وآنس وحشته وخلصه يا رب العالمين آمين ما أخبار أبي حنيفة؟ ما زال على عناده يبدو أنه لا طاقة لنا به وأره شيخا كبيرا فأمر به فلنطلق صراحة لا يا مولاي إننا بهذا نظهر للناس ضعفنا أمامه لذلك علينا أن نمنعه من الناس لقد مات حسبنا الله ونعم الوكيل هل نخبر الوزير عن ذلك؟ ويحك لا تذكر ذلك لأحد أبدا لا بد أن أخبر بذلك أمير المؤمنين قبل أي أحد ماذا تقول؟ مات أبو حنيفة؟ وكيف ذلك؟ ويحك يا وزير السوء بقيت تحرضني على أبي حنيفة حتى مات في عهدي سيقول الناس أن أبا حنيفة مات في عهد المنصور له مني أن أخدم طلابه وأرفع مقامهم بين الناس حتى يخلد علم أبي حنيفة وفقه أبي حنيفة وطريقة أبي حنيفة في العلم إلى يوم القيامة إن شاء الله فهذا حقه علينا وحق علمه علينا لعل ذلك كفارة لنا مما فعلنا توفي أبو حنيفة في بغداد سنة 150 للهجرة وشيعت بغداد كلها جنازة فقيه العراق ولقد قدر عدد من صلوا عليه رحمه الله تعالى بخمسين ألفا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما القعقاع بن عمر بن مالك التميمي رجل بألف رجل شهد له التاريخ والمعارك التي خاضها على شجعته وشدة بأسه على الأعداء أسلم بعدما سمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أصحابه وصدقه وأمانته وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه للقتال ونشر الدعوة في البلاد كان القعقاع بجانبه ما سر هذا الإشراق على وجهك؟ ومن يرى رسول الله ولا يشرق وجهه لقد جلست أمامه فسألني ما أعددت للجهاد يا قعقاع فقلت طاعة الله ورسوله والخيل فقال تلك الغاية أجدت وأحسنت ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألك هذا السؤال إلا لغاية في نفسه ما تكون؟ الجهاد سمعت أنه ينوي إعداد جيش ضخم يوجهه إلى البلقاء وبدأ القعقاع بتدريب المسلمين على القتال استعداداً لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج للحرب فكان يشد عزيمتهم وينصحهم ويعلمهم كيف يكون الجهاد الصحيح وبماذا يبدأ؟ أقوى 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 ابتعد إلى الداخل في الحرب تشل العقول وتعمل السواعد والساعد القوي الذي لا يحكمه العقل يكون وبالاً على صاحبه وقومه الحرب كالريح العاصفة تذر الرمال وتقتلع الأعشاب التي لا جذور لها ولا يسكت أمامها إلا راسخ الجذر ورشيق الحركة فكونوا هكذا ثابتي الأقدام رشيقي الحركة والقوة لم تحدثنا عن القوة وأنت المشهور بها القوة مهمة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير القوة قد نمتلكها أما المهارة فنكتسبها والأهم من كل ذلك العقل فالحرب مكيدة والمكيدة لا يصنعها إلا العقل انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقبل خروج المسلمين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم أبو بكر الصديق الخلافة بعده فأرسل الجيوش التي أمر الرسول بإرسالها وقد كان بعد وفاة الحبيب أن ارتدت بعض القبائل فأرسل الصديق جيشاً بقيادة خالد بن الوليد لقتالهم السلام عليك يا خالد وعليك السلام أيها القعقاع أرسلني الخليفة للانضمام إلى الجيش إن جيشاً فيه القعقاع جيش لا يهزم أبداً أهلاً بك وقاتل القعقاع بجانب خالد بن الوليد في حروب الردة وبفضل الله كتب لهم النصر ورفعت راية الإسلام وتم القضاء على بقايا المرتدين في مناطق الجزيرة العربية بسلسلة من الحملات المنظمة وهكذا نجح الخليفة أبو بكر الصديق في إحكام سيطرة الدولة الإسلامية الفتية على كل مناطق الجزيرة العربية وبدأ التفكير في الاتجاه شمالاً نحو العراق والشام وكان لزيارة مثن بن حارثة الزعيم بن بكر الخليفة الصديق أثر مشجع للصديق في اتخاذ هذا القرار وإنها بلاد كثيرة الغنى والخيرات يعيث فيها الفارس فساداً وظلماً وإني أرى أنه الوقت المناسب للتوجه بجيوش المسلمين إلى أرض العراق ونشر الدعوة هناك لا سيما أن الامبراطورية الفارسية تعاني من التفكك من جراء صراعات تدور من أجل السيطرة على الحكم يا خليفة رسول الله أمرني على من قبلي من قومي أقاتل من يليني من قوم الفرس فأكفي كناحيتي قال أبو بكر الصديق لكذلك أيها المثنى ثم كتب الخليفة أبو بكر الصديق إلى خالد يرسله لقتال الفرس في العراق وأمره أن يخير الجيش بين من يريد القتال ومن يريد العودة إلى أهله فلما عاد عدد كبير من الجيش قال خالد بن الوليد سأكتب إلى خليفة رسول الله شارحا له الأمر وطالبا منه المدد يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير هل ستمد خالدا بالجند يا أبا بكر؟ قال أبو بكر الصديق سأمد جيشه بالقعقع أتمد رجلا إن فض عنه جنوده برجل واحد قال أبو بكر الصديق هذا الرجل بألف رجل ولن يهزم جيش فيه مثل القعقع استعد للحاق بجيش خالد أيها القعقع وانطلق القعقع للحاق بجيش خالد بن الوليد مهيئ النفسه لقتال الفرس ولما وصل إلى خالد قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام من دواعي فخري وسروري أن أقاتل الفرس تحت راية سيف الله خالد بن الوليد بل تحت راية الإسلام ألم يرسل الخليفة سواك؟ أنا مددك يا خالد ونعم المدد يا قعقع وعندما التقى جيش خالد بجيش الفرس خرج قائدهم لمبارزة خالد بن الوليد ولما بدأت المبارزة حاول الفرس الغدر بخالد ولكن القعقع فطن لما سيفعلوا فانطلق وأفشل خطتهم وقتل خالد قائد الفرس مما رفع عزيمة جيش المسلمين وكان سببا في انتصارهم بعد إرادة الله ونصره كان الانتصار في معركة كاظمة مدوية أعطى المجاهدين المزيد من الثقة في النفس والتصميم على التواغل أكثر في أرض العراق وهذا ما حدث انتصر جيش خالد في معركته الثانية كما انتصر في المعركة الثالثة التي سميت معركة النهر وأبيد جيش الفرس على آخره في تلك المعركة وأخيرا وصل جيش خالد إلى الحيرة عاصمة العراق العربي ودخل الحيرة بعد إبرام معاهدة اتفاق مع العرب الذين يقطنونها وصارت الحيرة مركز قيادة خالد بن الوليد في العراق وتراجعت فنول الفرس نحو الشرق والشمال الشرقي وبعد فتح الأنبار في العراق وكل خالد بن الوليد القعقاع بن عمر أن يبقى واليا فيها يدير شؤون البلاد ويحفظ سلمها وأمنها فجاءه رجل من الناس يشتكيه في مظلمة والهدايا إلى خليفة رسول الله أيها القائد عمر بن بقيلة هذا الرجل البائس من أهل الحيرة لديه مظلمة ما اسمك؟ ياس بن مر من ظلمك؟ أنا رجل ذمي لا أملك قوت يومي ضربني الموكل بالجباية لكم لأني لم أستطع دفع ما ترتب علي والله والله لتضربنه كما ضربك إن كان ما تقوله صحيحا لكن عامل الجباية مسلم وهذا ذمي وهذا أدعى للاقتصاص منه أبا ليلى إن للناس علينا ذمة وعهدا فإذا لم نعمل بما حض عليه ديننا وما عاهدناهم عليه حق لهم التنصل من عهدهم إن كان هذا العدل هو ما ينص عليه دينكم فأنا أول المؤمنين به والله والله لا نبغي ما لكم ولا أرضكم جل ما نبغيه هو إعلاء كلمة الله ونشر دينه قال نبينا صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وانتصر المسلمون في الفراض على ضفة الفرات على حاميات الروم والفرس التي اجتمعت معا وبذلك استقر الوضع لخالد بن الوليد في العراق تماما وكانت أخبار الانتصارات في الشام تتوالى فقد هزموا الروم في مواقع كثيرة مما جعل هراقل يقرر أن ينتقم من المسلمين في معركة ضخمة وفي هذه الأثناء توفي خليفة المسلمين أبو بكر الصديق وتولى مكانه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فكان القرار الحكيم انسحاب جميع جيوش المسلمين نحو الجنوب تجنبا لمواجهات منفردة مع جيوش الروم حيث التقت هناك جيوش هراقل البالغ تعدادها 150 ألف مقاتل وبدأ الطرفان الاستعداد للمعركة الفاصلة وهي المعركة الكبرى التي وقعت بين جيوش المسلمين وجيوش الروم وتحققت انتصارات المسلمين بعون الله في بلاد الشام حتى وصل خبر من العراق بأن الفرس قد أعادوا الاستعداد لحرب المسلمين فأرسل إلى أبو عبيدة بن الجراح أن يرسل مجموعة من الجيش إلى العراق فوقع الاختيار على القعقى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الخيرة فيما اختاره الله لكني لا أحب مفارقة الرجال ماذا تعني؟ تجهز للسفر إلى العراق أنا؟ لماذا؟ أمير المؤمنين يطلب إرسال لواء العراق إلى سعد بن أبي وقاص يبدو أن المعركة مع الفرس أصبحت وشيكة كنت أظن أنه لا يفرقنا إلا الموت لكن يبدو أن الأقدار تجري كما لا نشتهي يعز علي فراقك أيها القعقاع وأنا يا أبا سليمان يحز في نفسي كثيرا فراقك فوالله لم تر عيني فارسا أشجع منك ويكفيني فخرا وشرفا أنني جاهدت معك صدق الصديق رحمه الله حين قال جيش فيه مثل القعقاع لا يهزم أبدا وصدق عندما قال عجزة النساء أن تليد مثل خالد انطلق القعقاع بمن معه من الجيش للحاق بسعد بن أبي وقاص لمحاربة الفرس ولما خاف أن لا يلحقوا بهم كان له رأي غير مسر الحرب كاملة حركة الجيش بطيئة أخشى أن نصل بعد انتهاء المعركة ماذا ترى؟ انطلق بمن معي فأصل قبلكم بيومين أبشر المسلمين بقدومكم فيشتد عزمهم وتقوى شكيمتهم انطلق انطلق كان الله معك استودعك الله هيا وكانت معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص ولكن أقعده المرض عن الخروج إلى الجند والقتال معهم فكان يرسل لهم بالرسل يحفزهم ويأمرهم بخطة الحرب ويشد أزرهم اكتب إلى أهل الرايات أني قد استخلفت فيكم خالد بن عرفطة وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبوب فإني منكب على وجهي وشخصي لكم باد فاسمعوا له وأطيعوا فإنه إنما يأمركم بأمري ويعمل برأيي انطلقوا فقولوا للناس بما يحق عليكم وعليهم عند مواطن البأس فسيروا إليهم وحرضوهم على القتال إلزموا مواقعكم ولا تحركوا شيئا حتى نصلي الظهر فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبير فكبروا واستعدوا واعلموا أن التكبير لم يعطه أحدا قبلكم وإنما أعطيتموه تأييدا فإذا سمعتم الثانية فكبروا ولتستتموا عدتكم فإذا كبرت الثالثة فكبروا ولينشت فرسانكم الناس ليبرزوا ويطاردوا فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اكتب إلى القراء أن يقرأوا سورة الأنفال على الجند يا أيها النبي حريض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وبدأت المعركة وكانت قاسية جدا على المسلمين فقد استخدم الروم الفيلة في القتال فخافت الخيول وأصيب الكثير حتى حل الليل وهدأت المعركة وكان جيش المسلمين قد أصابه الخوف مما حدث في اليوم الأول وفي صباح اليوم التالي وصل القعقاع إلى مشارف العراق وقام بخطة عسكرية قبل دخوله أرض المعركة فقام بتقسيم الجيش إلى عشرة مجموعات تأتي كل مجموعة على حدة فلما رأوهم المسلمين رفعت من معنوياتهم وشدت همتهم على متابعة القتال وحينما وصل القعقاع وقف قائلا هل من مبارز؟ فخرج له مبارز من الفرس ورغم تعب القعقاع من السفر الطويل إلا أنه قاتله حتى قتله وكانت الحرب في هذا اليوم بين الطرفين أقل وقعا من اليوم الأول لأن الفيلة لم تنزل أرض المعركة واستمر القتال حتى آخر النهار ولما أصبح اليوم الثالث استعت المسلمون وقال القعقاع لجيشه أن يخرج بعيدا عن أرض المعركة ويقوم بالدخول كأول مرة كل مئة على حدة ليبث الخوف في جيش الفرس أن المدد قادم ريثما يصل هاشم بن عتبة مع بقية الجيش أمير الجيش يطلب أن تكفيه الفيلة الكبير قل للأمير سنكفيه إياه بإذن الله عاصم فلتكن عين الفيلة هدفك واستطاع القعقاع بخطة ناجحة أن يتخلص من الفيلة التي كانت تسبب الخطر الأكبر على جيش المسلمين فقد أمر الجند أن تصوب الأسهم على أعين الفيلة فأعمتها مما أجبر الفيلة على الخروج من المعركة واستمر القتال في اليوم الثالث على التوالي وما زال القعقاع يشد من عزم جيشه ويشجع المسلمين على القتال فإنه يوم فاصل ودامت المعركة في ليلة اليوم الثالث حتى صباح اليوم الرابع الذي أكرم الله فيه المسلمين بالنصر وهزيمة الفرس وانسحابهم بعد كل ما خسروا في معركة القادسية قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أي طرف وتيه كان يعيش فيه هؤلاء الناس طرف أعمى قلوبهم عن رؤية الخير الذي حملناه لهم أهلا بالقعقاع تجهز للمسير إلى جلولاء أشكر لك ثقتك الغالية أيها القائد لا إنها ثقة أمير المؤمنين هو من طلب أن تذهب إلى جلولاء يا سعد بلغني اجتماع الفرس عليك بجلولاء سرح حاشم بن عطبة إلى جلولاء في 12 ألفا واجعل على مقدمته القعقاع بن عمر التميمي وعلى ميمنته مسعر بن مالك وعلى ميسرته عمر بن مالك بن عطبة واجعل على ساقته عمر بن مرة وإن هزم الله الجندين جند مهران وجند الأنطاق فقدم القعقاع في أثر القوم حتى ينزل بحلوان فيكون ردءا للمسلمين ويحرز الله لكم سوادكم بعد أن هزم الفرس بالمدائن هربوا إلى جلولاء واجتمعوا هناك فأرسل عمر بن الخطى بالجيش تحت إمرة القعقاع لقتالهم وشن المسلمون على الفرس حملة قوية لم يستطع الفرس الصمود أمامها حتى هزموا وما إن أنهى القعقاع مهمته حتى جاءه كتاب من سعد بالتوجه إلى مكان آخر من سعد بن أبي وقاص إلى القعقاع بن عمرو سلام عليك إني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن أمير المؤمنين أمرنا بالتحول إلى الكوفة فإذا وصلك كتابي هذا فسر بمن معك من الجند إليها واخلف على الناس مكانك قباذ بن عبد الله تجهزوا للرحيل أنا لماذا مددا إلى أبي عبيدة بن الجراح سر بجندك الذي أمر به أمير المؤمنين إلى الشام فهرق لقد استعان بأهل الجزيرة الفراتية وكون جيشا جرارا لاستعادة حمص لله در أمير المؤمنين عندما يسمع جند الجزيرة أن ثلاثة جيوش تتجه إلى مدنهم وقراهم التي غادروها وبها نساؤهم وأطفالهم سيعودون فورا للدفاع عن أهلهم وأرضهم وبذا يتضعضع وضع الروم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وتحركت جيوش الإسلام باتجاه الجزيرة من ثلاث اتجاهات وما إن وصلت أخبار هذه الجيوش حتى دب الذعر والفوضى في صفوف المحازبين للروم وما إن انتهت الحملات التي خرج من أجلها القعقاع حتى أمر بتولي الحكم في مدينة كرمان فقد انتشر الفساد فيها فبدأ القعقاع في النظر في أمور الرعية والعمل على أمن المدينة والناس فيها أجهاء أشراف كرمان قدموا مهنئين مباركين لك بالولاية هل يوجد بالباب غيرهم؟ امرأة متجلببة بالسواد رفضت التحدث إلا إليك أدخلها أولا ماذا؟ وأشراف كرمان؟ ماذا أقول لهم؟ قل لهم أن ينتظروا فالتهنئة يمكنها أن تنتظر أمام حاجات الناس ومصالحهم الملحة أدخل المرأة أولا ما بال سوقكم شحيحة الخيرات قليلة الموجودات؟ لم تكن كذلك فيما مضى أيها الأمير كانت أسواقنا تمر بها القوافل دائما أما الآن فقد تنحت عنها الأسواق إلى المدن الأخرى لماذا؟ لاضطراب الأمن عصابة من اللصوص امتهنت سد القوافل وقطع الطريق إليها أرهب تجار القوافل فأحجموا عن القدوم إلينا وماذا فعل صاحب الشرط؟ اشتكى إليه تجار القوافل ولكن الأمور بقيت على حالها كما ترى مطر أحضر إلي صاحب الشرط فورا أمرك أيها الأمير هل دخول القوافل المدينة يعرض الأمن للخطر؟ أيها القائد نعم فسوق المدينة يحتكرها بعض التجار ذو النفوذ في المدينة عندما بدأت القوافل ترد المدينة هبطت الأسعار وكسر الاحتكار فاستأجر هؤلاء التجار بعض المفسدين لاعتراض طريق القوافل وإرهابها مهم وماذا فعلت أنت حيال ذلك؟ لو قبضت على قطاع الطرق ومحرضيهم لثارت المدينة والطرب الأمن لأن لتجار المدينة سطوة وأتباعا كثر لذلك كنت أقبض على الأفراد القلائل وأودعهم بالسجن وهل سبق وأنسط هؤلاء اللصوص على دارك أو أملاكك؟ وهل يجرؤون؟ كانوا سيجرؤون لو تابعت ما أنت عليه هل تدفع إلى الشرط عطاءاتهم من بيت مال المسلمين ليحموا دارك وأملاكك؟ والله لن تبقى قائدا للشرط لحظة واحدة بعد الآن عدل دارك عدل دارك وابقى هناك حتى أنظر في أمرك تحرك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا لما عزلك قائد الشرط وقد كنت قائد حرس القوافل؟ لأني قبضت على أحد التجار المتنافذين في المدينة ولماذا قبضت عليه؟ إنه رئيس عصابة أكثر منه تاجر ولديه بعض أهل الشر الذين يعيثون فسادا في المدينة ويمنعون القوافل من دخول المدينة حتى بدأ الناس يرهبونه ويخافون بطشة رجل بهذه القوة والسيطرة والهيبة يجب الابتعاد عنه وممالأته وإلا أثار المتاعب علينا في المدينة لو ملأ الإسلام طغط الأرض لما دانت لنا هذه البلاد أيها الوالي سأعيدك إلى عملك على أن تعيدني بعدم إثارة المتاعب وأن تغضى الطرف عن وجوه المدينة وأعيانها أريد لهذه المدينة أن تكون هانئة وادعة آمنة مستقرة مقام أمن واستقرار على ظلم أيها الوالي فوالله لأن أبقى معزولا خير لي من أن أكون واليا أستمد سلطتي من ظلم الضعفاء ومساندة الظالمين لو كنت واليا هل كنت ستقدر على مواجهة هؤلاء المتنفذين يعينني الله على ذلك فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه والله لن أجد خيرا منك لقيادة الشرط وبسط الأمن والأمان بين الناس يا عبد الرحيم الله أكبر من كل كبير وأقوى من كل قوي لذلك اتق الله فيما وليتك ولا تأخذك في الحق لومة لائم ووقع اللصوص في كمين نصبه لهم قائد الشرط وتم إلقاء القبض على اللصوص وزج بهم في السجن أيها الناس اعلموا أنه لا يجوز أن يشفع رجل لرجل وقع في حد من حدود الله فالناس كلهم للشرع خاضعون ولقد جاءني من يشفع في رجل شرب خمرا كي لا أقيم عليه الحد فأخبرته أن لا شفاعة في حد واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم الحد على امرأة سرقت فقال بعضهم من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يتجرأ عليه في هذا إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه فكلم فيها أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلون وجهه وقال صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله عز وجل فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان من العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب وأثنى على الله وقال أما بعد إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطع يدها ثم جاء الأمر إلى القعقاع بالتوجه إلى الكوفة بأمر من أمير المؤمنين ماذا في الرسالة؟ هذه آخر رسالة استلمتها في كرمان ستستلم أنت كل الرسائل لاحقا لم أفهم صرت أنت والي كرمان وأنت سأمضي إلى الكوفة واستلم القعقاع حكم الكوفة وأرسل الجيوش فاتحة للمدن وناشرة للإسلام حتى انتشرت الفتن على أمير المؤمنين فخاف أن تكون الحرب بين المسلمين أنفسهم فاعتزل وقرر الذهاب إلى مصر لينضي ما تبقى من عمره فيها حتى توفاه الله ودفن فيها صدق أبو بكر رضي الله عنه حين قال لن يهزم جيش فيه القعقاع وقال صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون نزلت سورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وفهم الصحابة حينها أن هذه السورة سوف تؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان لذا كان للسورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عظائم وشدائد من هذه القصص التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن آواهم الله في كهف نسيب إليه فيما بعد إنهم أصحاب الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجيا بين الناس الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد ولم يطيق تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإذائهم وتعذيبهم ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل كأن العالم قد أصيب بالعمى إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا مكسيميليان؟ لا نملك إلا الصبر ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول ماذا يدور برأسك يا مكسيميليان؟ قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وليست هي الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذا شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولبعدنا عن الصواب نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلهي خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ولا تجعل لهم علينا سبيلا اللهم ربط على قلوبنا وهدنا سبيلا الرشاد أنت الله الواحد الأحد رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون سيدي ماكس مليال اقترب اقترب يا أخي مليخا أعتذر أني قطعت عليك الصلاة لا عليك ما الذي تحمله معك أحمل إليك بعض الحليب فأنا لا أملك غيره رزاك الله خيرا يا أخي سيحل الظلام يا سيدي ولابد أن أعود بأغنامي وأنا أيضا سأعود إلى داري رعاك الله يا سيدي سيدي ديقيانوس ماذا ورائك يا جوليوس نبأ سيء يا سيدي ماذا هناك لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير من تجرأ وفعل هذا وأين كان حارس المعبد قتلوا يا سيدي اللعنة ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخوانة انصبوا المشانق والصلبان أشعلوا المحارق لقنوهم درسا لا ينسى أيها القائد أنطونيوس فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال أنت وأنت وأنت من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخوانة نفذ الأمر الآن سمعا وطاع إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب إنها أوامري انتقاما للآلهة التي تحطمت عجبا ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها ماذا قلت الآن يا مارتينيوس؟ ما سمعته يا أبي إنك تردد كلام هؤلاء المارقين إنني أردد كلام العقل يا أبي أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع إذن فأنت منهم ولا أستبعد أن تكون أنت واخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسة ليتني كنت معهم مارتينيوس سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكس مليان ها؟ ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟ الخيانة من داخل القصر سيدي أرجو أن لا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس لقد انكشف الأمر أمام عيني ولا أستطيع أن أنكره ماذا تقصد يا سيدي؟ إنه... إنه ولدي مارتينيوس؟ ماذا به؟ لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة أنه يتمرد على الآلهة بل ويزدريها سيدي إنه ما زال صغيرا والشباب في هذا السن إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متاع الحياة التي نشأوا فيها لقد كان مارتينيوس أكثر شجاعة منه لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطش أبي يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجهة تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورى عن فعل أي شيء فلنرحل من هنا إذن اتركوني لماذا تأخذونني؟ إنني أصنع تمثيل الآلهة وأبيعها دعوني أنا لم أفعل شيئا دعوني قيدوهم هيا إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد لا تأخذنكم بهم رحمة هيا لا تتكاسلوا أسرعوا هيا أيها الكسالة تحركوا أراك قد أخطأت عندما كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس لم أعد أكترث بأية عواقب لقد دقت ذرعا بما يحدث أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق؟ ألسنا على حق؟ بلى مهلا يا رفاق لا نريد أن ننزلق إلى أي حماقات فالعيون تترصدنا ولن يتورى دقيانوس عن فعل أي شيء لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنونا في ديننا وعذبونا نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة وهذا ما استقر عليه عزم أيضا ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا صمتا توقفا ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس إنه يسير خلفنا في كل مكان هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد إلهي ساعدني يا إلهي إن الحيرة تملأني لا أدري كيف أصنع لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي ألهمني سبيل الرشاد إن الظالمين يتحكمون في كل شيء متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم؟ اللهم لا تحرمنا رحمتك وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة وجاء اليوم الموعود يوم الامتحان والابتداء والنعمة اليوم الذي يحتفن فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة ويكتشف الحضور غياب ماكسيميليان ورفاقة فيومي أوديقيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد وجاءت اللحظة الفاصلة بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا خرج المؤمنون في جوف الليل يتقدمهم الراعي مليخة والكلب يسبقهم بمسافة لتأمين الطريق دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم فكان الحل هو الكهف لن نطيل البقاء أيها الرفاق نرحل من هنا قبل شروق الشمس أشعر بالدعب والنعاس وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يباغتنا أحد اطمئن يا سيدي فكلبي سيقوم بهذه المهمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة فألقى الله النوم على أصحاب الكهف فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلب لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مرت الأيام والسنون والفتية ما زال نائمين لم يستيقظوا وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أجسادهم لحرارة الشمس القوية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق قدمي تؤلمني بشدة ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون لقد انصر من نصف الليل وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه أظن أننا نمنا أكثر من هذا ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة أشعر بالجوع الشديد حسنا من يحمل نقودا؟ أنا أنا أحمل قليلا من النقود ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد مننا سأذهب أنا يا سيدي فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة حسنا تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم يا إلهي لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي أين تماثيل الآلهة وأين معابدهم أين البائع أريد طعاما بهذه الدراهم ما هذا من أين لك بهذه الدراهم من أين أنت يا هذا هل أصبت كنزا من كنوز الأولين أي كنز يا هذا أيها الناس أيها الناس لقد عثر هذا الرجل على كنز تعالوا لتروا هذه النقود التي معه تعالوا أيها الناس تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب إنها من عهد الامبراطور إدريانوس هذه نقودنا يا سيدي لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من دقيانوس يا إلهي أتكونون أنتم أشرف هذه الأمة الذين فروا بدينها من الطاغية منذ أكثر من ثلاثة قرون أين مقامك الآن أيها المباركون نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة سوف أذهب معك بنفسي هيا تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم فدخل وأخبرهم بما حدث وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ترجمة نانسي قنقر